عدت بقى الخمس ست سنين دول او اه خمس ست سنين تقريبا مركزة في مهمتك الاساسية اللي هي مهمة عظيمة يعني فكرة الولاد والأسرة ورجعتي بأكتر من عمل عملت سرايا عبدين تمام عملت اكسلنس اكسلنس وعملت من 30 سنة مانسكوت احكيلي بقى لما رجعتي السينما يعني قولي التلفزيون برضو قهون شوي لما رجعتي السينما بعد الفترة دي كلها يومي لا ما كانش صعب لانه عملت قابلي كمان كانوا المسلسلين فخلاص راح عندي الخوف يعني انه اول يوم تصوير بعد فترة ما بقاش في رهبة اول يوم تصوير في سرايا عبدين كان صعب لانه كان اول يوم بعد خمس سنين ما بصورش اول لأ يعني اول شد كان صعب بعدين يعني خلاص كأنه بقى لي مبارح كنت في اللوكيشن يعني مشت خلاص وكان مع عمرة عرفة ومن ثلاثين سنة كمان مع عمرة عرفة فاعرفة عرفة وبعدين احمد السقه ومونزاكي وشريف مولي عرفة صحابي بقى لي كتير ما شفته همش مبسوطة جدا كنت عرفة نرجع نعمل اللمة دي بس بتاع الفيلم ده كان حلو قوي 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 يعني ايمن بهجة امر طبعا عمرة عمرة عرفة عمرة عرفة وكوكبة من ممثلين وممثلات كان كان فيلم حلو يعني طبعا مرفة امين طبعا رجاء الجداوي لا لا كنا صلاح عبدالله احمد فؤاد سليم كنا بجد يعني انا مبسوطة جدا كنت في اللوكيشن اشتركوا في القناة